تصدعات الصف السوداني تتشعب وتتسع هوتها بين فرقاء الأزمة المتفاقمة في البلاد فبعد الإعلان عن الأول من شهر نيسان الجاري موعداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي بين المدنيين والعسكريين تمهيداً لبدء تشكيل حكومة جديدة للبلاد في الحادي عشر من الشهر ذاته دبت الخلافات مرة أخرى ليعلن عن تأجيل موعد التوقيع لعدة أيام بسبب رفض قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان ديجلو الشهير بحمدتي خطة اندماجها في القوات المسلحة بهدف الوصول إلى جيش سوداني موحد بانتهاء المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تستمر لعامين ولم تنتهي الخلافات فتأجل الموعد مرة أخرى وسط تصعيد وصفه الكثيرون بالقطير بين الجيش وقوات الدعم السريع التي أعادت انتشار عناصرها في أنحاء العاصمة الخرطوم وفي مدن سودانية أخرى فيما بدى استعداداً لمواجهة مسلحة محتملة مع قوات الجيش لحسم الملفات العالقة بين الجانبين بالقوة بعد أن فشل حسمها على طاولة التفاوض ولا يقتصر الأمر على الخلافات التي كادت تتحول إلى صراع مسلح بين العسكريين في السودان فالخلافات بين القوى المدنية سابقة على ذلك وإن كانت بسبب العسكريين كذلك فبعض القوى السياسية وقعت على الاتفاق الإطاري مع العسكر بينما بقيت قوى أخرى ترفض أي تحول ديمقراطي تحت السلطة العسكرية مؤكدة أن المؤسسة العسكرية في السودان لا بد أن تحاسب أولاً على ما ارتكبته من جرائم وما أراقته من دماء الشعب السوداني لسيما مجزرة القيادة العامة التي راح ضحيتها عشرات المتظاهرين السلميين من هنا فإن الأزمة في السودان تبدو مرشحة لمزيد من التعقيد ما لم تنجح الأطراف الفاعلة في نزع فتيل صراع قد يشعل حرباً جديدة في منطقة الشرق الأوسط